السلام عليكم ورحمة الله بعد دخول أول دفعة من شاحنات علامة جاك بدأ الكثير يتساءلون عن الأسعار بعد دخول الشاحنات نتمنى دخول السيارات لعلامة جاك بطبيعة الحال دخول شاحنات الميل كارونت اس طبعا هذه الشاحنة التي ستكون متوفرة في عدة إصدارات هناك من يسميها بتسميات أخرى هذه الشاحنة ستكون متوفرة مثلا في إصدار فريغو كونتونار وغيرها كما أن هناك شاحنات أخرى ستكون متوفرة في عدة إصدارات يتساءل الكثير عن الأسعار إخواني هناك أسعار متداولة مغلوطة طبعا حتى في الأشهر السابقة كانوا يدولوا معلومات مغلوطة وكنت تحدثت عليها من قبل وقلت بأن الأسعار هذه غير صحيحة الأسعار التي كانت متداولة تعود لسنة 2017-2018 مثلا سعر هذه الشاحنة في 2017-2018 كان في حدود 225 مليون سنتيم نرى في 2023 معناها السعر ارتفع وأتمنى أن لا يكون ارتفع ارتفاعا كبيرا نتمنى أن يكون ارتفع ارتفاعا طفيفا فمثلا مركبة سانراي والتي ستكون إن شاء الله متوفرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في 2017-2018 سعر هذه المركبة سانراي كان في حدود 220 مليون سنتيم بطبيعة الحال في تلك السنوات احنا رانا في 2023 معناه رانا نرجع إلى ما يقارب 7 إلى 8 سنوات إلى الوراء معناه المركبات كلها تطورت واحنا اللي رانا متخلفين بأكثر من 10 سنوات هناك شاحنة أخرى قد تكون في متناول المواطنين الجزائريين وهي شاحنة بورسور طبعا هذه الشاحنة في 2017-2018 كان سعرها 150 مليون سنتيم طبعا الآن حتى وإن ارتفع سعرها فلن تكون بسعر كبير هذه الشاحنة ستكون أيضا متوفرة في عدة إزدارات بطبيعة الحال الشاحنة تشبه نوعا ما شاحنة الأشصون يعني هوندايل أشصون طبعا يعني في الهيكل الخارجي أما البعض يتحدثون عن السيارات سيارات جاك مثلا جي أس دو جي أس طروة جي ست وغيرها السيارات إن شاء الله حسب الأخبار المتداولة وليست رسمية يقولوا بأن السيارات راح تكون متواجدة في شهر سبتمبر نتمنى ذلك طبعا أسعار السيارات اللي جاك كنت تتحدث لها من قبل وصراحة أنا مذكرتش سعر سيارة لعلامة جاك تحت الميتين مليون بينما هناك من ذكر أسعار تحت الميتين مليون لنفس السيارات أتمنى أن أكون أنا المخطئ أتمنى أن تدخل السيارات بأسعار كما ذكرها تحت الميتين مليون سنتيم طبعا الأسعار الفيديو هات إخواني ما زالت حاضرة المسؤولة عن استيراد هذه المركبات هي مؤسسة إيمينوتو اللي كان عندها مصنع طبعا في عين تيمو شنت وكانوا راح يركبوا فيه طبعا يعني مركبات نفعية طبعا ذلك المصنع يعني أغلق مع بقية المصانع وهذا المصنع الآن هو اللي راح يستورد في هذه المركبات طبعا كما قال مدير مؤسسة إيمينوتو أنه يمكن أن يستورد يعني حوالي خمسة آلاف مركبة سياحية وخمسة عشر ألف نفعية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته